هذا البرنامج برعاية مصرف السلام الجزائر الذكر أفتوني سؤالي تعيان للخير ذلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها سؤالي رامع للخير أوصوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطبا ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا إن شاء الله يطيب لنا هذه الجلسة وهذا اللقاء وهذا التفاعل والتشارك نتعاون مع بعضنا في جلسة إيمانية علمية نتوصل من خلالها إلى الحلول إلى البدائل إلى أنواع العلاج لا يسعنا إلا أن نبين الحكم الشرعية حلال أو حرام جائز أو ممنوع لكن سنضف عليه طابعة الملمح السلوكي والتربوي ولا نغرق في أحكام شرعية جافة قد تفيد البعض وقد لا تفيد الكل لكن لا بد من وضع مع البدائل مع الجواب مع الحلول شيء من النصائح والسلوكيات وجانب الدين والإيمان ليسنا متعبدون لله تبارك وتعالى فقط بهذا حلال وهذا حرام هذا جائز وهذا ممنوع بل بهذه المحبة هذا الشوق هذه الفيوضات الدفاقة والرحانيات الموارة عند الإنسان نحو وتجاه ربه تبارك وتعالى ونبيه ودينه وما أعد الله عز وجل للصالحين كما ما أعد الله عز وجل للطالحين قد تذكرون في عدد سابق أننا توقفنا عند السؤال الذي يقال فيه صاحبه أو أصحابه نحن تناقشنا وتجدلنا في عدد أصحاب الكهف فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا والحقيقة كان يفترض أن يتوقفوا عن هذا ويسأل أهل العلم وأهل الذكر القرآن أورد رواية كثيرة ما هي الصحيح منها أو على أقل تقدير إذا كانوا طلابة العلم مش مطلوب ينبغي ينبغي أن يكون هذا بشيء من الجرأة والجدية لكن بشيء من الأدب وشيء من البحث وشيء من التأكد من هذه ذكرنا أن القصص القرآني القصد منه فائدة أخرى غير البحث عن هؤلاء الفتيش كونهم أولاد منهما وين كانوا عايشين الغار هذا والكهف وين كان جاي النبي اللي كان قبل مشكونهم الحاكم اللي كان ثم مشكونهم هذه كلها لتهم العدد انتحهم شحال كانوا هذا كلهم ما يفيدني أنا لا في معلومة ولا في خلق ولا في دين وإنما كان ينبغي أن نسألوا هذا الفتية القرآن كان قال إنهم فتية والفتى ما معنى الفتى الفتى هو فوق الغلام أكبر من الغلام أكثر من سنوات عشر سنوات حداشن سنوات ودون الشاب أقل من الشاب ليهو خمستاش ستاش بعض السنة شحال كان في عمارهم هلو كانوا سبعة ولا كانوا سبعين شحال كان في عمارهم كانوا عمارهم 13 14 سنة 15 سنة بالأكثر كيف اتخذوا هذا الموقف ما هو هذا نوع الإيمان البارز الكبير الذي جعلهم يهجرون مدينتهم وبيوتهم وأهلهم على رحابتها وشساعتها كانت كمدا وضيقا عليهم ولما توجهوا إلى كهف ودخلوا فيه وناموا فيه كان رحبا وآية ورفقا وتواءما وتناسبا عليهم هذا الذي نبحث عنه هذا الذي يهمنا كيف صنعوا هذه الفكرة أنهم إذ قاموا ولم يقعدوا لم يتكئوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض الثلاثية كيف تصل إلى النتيجة عند بحثك عند معالجتك عند تعارض عندك كيف تختار الصحيح أول شيء لا تستغني عن رحمة الله وهداياته وتوفيقه إذ قاموا فقالوا ربنا أو إذ أول الفتة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الأمر الأول اللي هو الأكيد أن الإنسان يشعر بأنه بفرده محتاج مفتقر لا يعرف الصواب لا يعرف المستقبل لا يعلم الغيب فهو يطلب ممن يملك كل شيء ويعلم المستقبل يا ربي اختر لي أعني على هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا بد من دراسة هذا صح هذا خطأ هذا نافع هذا ضار والأمر الثالث حتى ما يقوله الأعداء والخصوم يأتون به هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي ثم بعد ذلك توصلوا إلى وإذ اعتزلتموهم وفعلا ذهبوا أن أجيب على السؤال قلنا أن القرآن الكريم أورد رواية ثلاثة هكا بصيغة قالوا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم هل صح ولا لا ويقولون خمسة سادسهم كلبهم هل صح ولا لا كأن القرآن الكريم هنا كلام الله يقول هذه الاختيارات الأربعة فو خطأ رجما بالغيب رجما بالغيب أي لا دليل معهم لا حجة ولا برهان معهم لما قال الآن ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يقلوا رجما بالغيب وكأنه ترجيح لهذه الرواية لون تصريح وأيضا جعل حرف الواو بين السبعة وثمانية كأن هذا الواو عنده إشارة مهمة وعنده يعني تشابه في القرآن الكريم هذه الرواية الصحيحة حتى أن الصحابيين الجليلين ابن عباس وابن مسعود يقول نحن من القليل الذي يعلم أنا من القليل الذي يعلم عدده يقول ما يعلمهم إلا قليل أنا من القليل لقد كان سعددهم سبعة والثامن كان كلبهم الواو هنا يسمى واو الثمانية يعني وسبعة وثامنهم لو يعني تأكدنا من ذلك أو يعني استعنا واستأنسنا بقوله تبارك وتعالى من سورة التوبة في آية معينة تذكر مواصفة الثمانية السابق التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروفي والناهون عن المنكر والناهون الأمر المعروف اللحن والحافظون لحدود الله والحافظون جاءت الواو بين السبعة وثمانية نفس الشيء إذا رحنا لسورة التحريم وجدنا قول الله تبارك وتعالى واصفا زوجات النبي صعصا التي يمكن أن يستبدل بهن عن الزوجات عسى ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا شوف الوو جاء بين السبعة والثمانية كما جاء الهيغ في صورته التوبة بين السبعة والثمانية وهنا أيضا قال سبعة وثامنهم كلبهم فدل على أن الرواية الصحيحة والراجحة والمقبولة أن عددهم كان سبعة في كهفهم ناموا مدة طويلة نحو من ثلاث قرون كاملة هذه للفائدة العلمية ولكنني أركز على جانب أنهم صغار ولكنهم اتخذوا موقف صغار وكان لهم رأي وكان لهم موقف الإيمان بالله عز وجل ما ينبغي أن يقدم عليه شيء آخر أبدا أعز ما يملكه الإنسان إيمانه شرفه أخلاقه سلوكه مبادئه كل بعد ذلك المساومات كل الإغراءات كل الإغواءات ما ينبغي أن تقدم على أصل الإيمان انظروا كيف كانوا صغار السن ومع ذلك اتخذوا الموقف انظروا إلى هذه المقاربة أو المقارنة المدينة والدور والشوارع والدكاكين كلها كانت كمدا وضيقا تشكل لهم أزمة مع الكفر لما ذهبوا إلى غار ودخلوا فيه كان رحبا وكان واسعا وكان آية من الله تبارك وتعالى لأن هذا على ضيقه كان يحفظ الإيمان فقدم على غيره وهذا كان على شساعته كان يشوش على الإيمان فكان مرفوضا سؤال آخر سؤال مهم وهذا كان ينبغي لأن أبسط فيه القول لأنه يحتاج إلى كلام مركز واضح صاحبه أو صاحبته ما ذكر نوع جنسه ولكن يقول ما هي فوائل الاستغفار هل هو متعلق بأن الإنسان إذا أذنب أو إذا أساء الاستغفار يكون لهذا أم أن الاستغفار له معاني أخرى والجواب الصحيح أن الاستغفار أولا أولا قبل أن يكون كلمات قبل أن يكون دعاء وطلبا قبل أن تقول استغفر الله أو اللهم اغفر لي أو بالأنواع والصيغ الوالدة أولا ما دافعه ما شعوره ما إحساسه عند صاحبه إذا كان صاحبه الذي يستغفر لا يشعر بأنه مفتقر محتاج منكسر إلى إله قوي عظيم مستغني بذاته يملك كل شيء يملك أن يمحو عنك الضمد أو يملك أن يمسكه عليك حتى يحاقبك هنا في الدنيا والآخرة يملك أن يرفع معنوياتك ويزيل غبنك وقلقك ويملك أن يزيدك منه حتى يموت الإنسان كمدن إذا شعر الإنسان بأنه محتاج هذا هو معنى الاستغفار بعد الاستغفار حتى تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيومة فإذا توجه الإنسان بقلب منكسر بألم بندم بخوف إلى الله تبارك وتعالى لأن يمحو عنه هذه الذنوب ويزيل عنه هذه السيئات ويبعد عنه هذا الركام من المخالفات هذا ولكن مع ذلك لأن هذا الأصل هذا الأصل أن الإنسان يسأل الله أن يغفر له ذنوبه ولذلك جاء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جاءت يستغفر الله ويجد الله غفورا رحيما معه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فجاءت إذن المغفرة عن مخالفات وقعت منك ولذو أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فاستغفروا ربهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومع ذلك مع ذلك الاستغفار له فوائل أخرى له منافع أخرى ليس بالضرورة من فعل الذنب أولا حتى ما معنى الذنب هل الذنب هو السيئة الحرام والفواحش أم حتى مجرد العبادات والطاعات والواجبات إذا أديتها أنت أديتها من بدايتها إلى نهاتها لكنك أديتها قاصرة مشوشة ضعيفة فاترة لا روح فيها تحتاج هذه تحتاج إلى استغفار ولذلك جاء من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار وش معتها لزمها؟ معتها في كل حالات استغفر الله العظيمين وإستغفر الله العظيم يجلس داخل ما شيء كذا كلمة استغفر الله العظيم يعني جرت على لسانه هذا الذي يلتزمه بالليل والنهار يلتزهم اليوم وغدا يلتزم هذا الأسبوع والأسبوع القادم هذا قال الله عزيزي جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب صحيح أن هذا الحديث يعني هناك مقال في سنده عند بعضهم وحسنه بعضهم كأحمد شاكل يحسنه ويصحيحه وشوعيب الأرناؤوت في كتاب الرياض يا الصالحين يضعف سنده لكن في ثناياه أي في متنه مقبول وصحيح من لزم الاستغفار اللي في كل مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له من كل هم فرج ما أكثر الهموم وما أكثر ما يشتكون من الهموم والغموم والأحزان المتراكمة والمشاكل والأزمات ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب إذن واضح أن الاستغفار ليس هو بالضرورة فقط من الظنوب والسيئات الله تبارك وتعالى لما يقول فقلت استغفروا ربكم على لسان نوح طبعا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرصي للسماء عليكم مدرارا أي بالاستغفار مسألة الاستسقاء والماء والغير يرصي للسماء عليكم مدرارا ويمددكم بمال وبنين يعني العقيم والعاقر والفقير يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن فوائد الاستغفار بالسنة النبوية أنظروا وبالقرآن الكريم أنظروا وفي على لسان يهود عليه السلام ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم حتى القوة الجسمانية حتى الصحة البدنية عندها علاقة بالاستغفار كأن الله يزيل عنك عقدا نفسية أربكت قواك وأضعفتك هذا الحزن المطلاكم هذا الضيق المربك يجعل الإنسان فاتر ضعيف لا يقاوم لا يشعر بالنشاط وجود الاستغفار فتنفك عنك هذه وتتضاير عنك هذه يشعر الإنسان بنشاط بدني وجسماني هذا بمنطوق القرآن الكريم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الاستغفار له معاني كثيرة جدا لأن الوقت قد انتهى وإلا فصلت فيه أكثر وأوضحت ما هي المنافع ما هي الفوائد حتى يرى أنك تجرد محظ عبوذيتك للمعبود الحق وأنت مخلوق عابد لخالق قوي لا يكون هذا إلا حالة لاستغفار مع شيء من الندم مع شيء من الألم مع شيء من الشعور بالتقصير والتفريط الله كم يحب منك هذا كم يرضى منك وأنت تطلق كلمات هكذا من لسانك بهذا المعنى كم يرفع الله مقامك ومنزلتك كم يحط عنك من الذنوب والآثام والأوزار ما لا تعلمه أنت الآن وسيذهشك إذا قابلته يوم القيامة غدا وحينئذ يفرح الذين يكرمهم الله بكتبهم يتلقونها بأيمانهم يصحون ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية سأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدم لكم هذا البرنامج برعاية مصر في السلام الجزائر ترجمة نانسي قنقر